في تصريح صادم أعلن الأكاديمي عبد الواسع الحميري اعتزامه إحراق مؤلفاته احتجاجاً على تجاهل تسليم حقوقه المالية من قبل الحكومة وقال الحميري في منشور على صفحته بفيسبوك إنه مضطر لإحراق جميع مؤلفاته التي تبلغ زهاء أربعين كتاباً بعد تجاهل الحكومة لمطالباته بمستحقاته المالية منذ العام 2021 مشيراً إلى أنه وجد نفسه مضطراً لحمل كومة الكتب والتخلص منها حرقاً أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن ودع الحميري جميع أحرار وحرائر اليمن من أكاديميين ومثقفين وموظفين إلى التضامن وأعلان انضمامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بقوة القانون ودسور اشتركوا في القناة